السلام عليكم اخواني متابعي قناة انجليش ويث سيمو مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الانجليزية المبتدئين على قناة الانجليزية مع السيمو في هذا الدرس سوف نتحدث عن حروف الجار للزمان في اللغة الانجليزية prepositions of time وهي ثلاثة حروف الجار in on وات وسوف نرى قواعد استعمال كل هذه الحروف الجار المتعلقة بالزمان وسنوضح الكثير من الامثلة باللغة الانجليزية لكي تفهموا هذا او استعمال هذه الحروف الجار المتعلقة بالزمان جيدا اذا لنبدأ الدرس اخواني اولا لاحظوا معي هذه الامثلة جيدا المثال الاول يقول اتناول فطوري في السابع صباحا المثال الثاني لا اذهب الى العمل في يوم الاحد والمثال الثالث اندلعت الحرب العالمية الاولى في سنة 1914 بالنسبة لحروف الجار الموجودة في هذه الجمل هي في في الجملة الاولى كذلك في في الجملة الثانية وكذلك في في الجملة الثالثة اذا في اللغة العربية عندما نتحدث عن الزمن نستعمل حرف جار في ويعني بكل بساطة نستعمل في وفي بعض الاحيان نستعمل على في اللغة العربية لكن في اللغة الانجليزية فالامر يختلف نسبيا اذا بالنسبة للترجمة الانجليزية للمثال الاول اتناول فطوري في السابع صباحا الترجمة الانجليزية هي اما بالنسبة للمثال الثاني لا اذهب الى العمل في يوم الاحد الترجمة الانجليزية هي اما بالنسبة للجملة الثالثة اندلعت الحرب العالمية الاولى في سنة 1914 الترجمة الانجليزية هي لاحظ انه في اللغة الانجليزية استعملنا حروف جر مختلفة هنا استعملنا at وهنا استعملنا on وهنا استعملنا in حتى ولو اننا في كل هذه الجمل نتحدث عن الزمن اذا كيف ذلك بالنسبة للغة الانجليزية فنحن نستعمل preposition at عندما نتحدث عن وقت محدد مثلا هنا لدينا الساعة السابعة صباحا يعني نتحدث عن الوقت وهنا استعملنا on لاننا نتحدث عن ايام الاسبوع اذا بالنسبة لأيام الاسبوع دائما نستعمل preposition on وليست at مثلا اما بالنسبة للسنوات فنحن استعملنا in اذا بالنسبة للسنوات نستعمل preposition in عكس اللغة العربية دائما نستعمل في وتبقى الجمل صحيحة ولكن في اللغة الانجليزية ان كتبت مثلا at هنا وتتحدث عن السنوات فجملتك ستكون خاطئة اذا عندما تتحدث عن السنوات تستعمل in وعندما تتحدث عن ايام الاسبوع مثلا Monday, Tuesday, Wednesday إلى غير ذلك تستعمل on وعندما تتحدث عن وقت محدد تستعمل at اذا فالقاعدة بسيطة جدا يمكن لك استخلاصها من هذه الامثلة بنفسك اذا بالنسبة ل at فنستعملها عندما نتحدث عن time أو specific time يعني الوقت المحدد اما بالنسبة ل on فهي نستعملها عندما نتحدث عن ماذا؟ days الأيام اما بالنسبة ل in نستعملها عندما نتحدث عن years السنوات اذا إلى هنا ستكون قد فهمت على الأقل طرق استعمال هذه الحروف الجر في اللغة الإنجليزية مرة أخرى at نستعملها مع الوقت time و on نستعملها مع أيام الأسبوع days اما in نستعملها مع السنوات ولكن من طبيعة الحال هناك استعمالات أخرى وهذا ما سأتحدث عنه في الفقرة الموالية في هذا الدرس اذا بالنسبة للفقرة الموالية سنمر إلى فقرة الموالية كما قلت فهي ثلاثة prepositions of time فقط في اللغة الإنجليزية at in و on ولاحظ معي هذه الأمثلة جيدا ولاحظ طرق استعمال هذه الحروف الجر التي تحدثت عنها هنا إذن الأمثلة هي على الشكل التالي I always go to school at 8 o'clock in the morning لماذا استعملت at هنا؟ لأنني أتحدث عن وقت محدد المثال الثاني I eat my lunch at 12 o'clock every day يعني أتناول وجبة الغداء على الساعة الثانية عشر كل يوم إذن استعملت هنا at لأنني أتحدث عن وقت محدد المثال الثالث We don't go to school on Sundays in Morocco لا نذهب إلى المدرسة في أيام الأحد في المغرب إذن لماذا استعملت on؟ لأنني أتحدث عن الأيام Sunday فهو يوم الأحد المثال الرابع My birthday is on January 20th إذن عيد ميلادي هو في يناير 22 أو في الثاني وعشرون من يناير لماذا استعملت هنا on؟ ولكن قلت لك أن إن نستعملها مع السنوات عندما تلاحظ January 20th فهذا في الحقيقة فهو يوم وليس شهر يوم لماذا؟ لأنني قلت يوم 22 من يناير إذن هنا أتحدث عن اليوم يعني أتحدث عن أو بالأحرى أتحدث عن تاريخ يوم يعني عندما أقول 22 من شهر يناير فأنا أتحدث عن يوم 22 من شهر يناير لذلك هنا استعملت on لأنني قلت أن on نستعملها دائما مع أيام الأسبوع المثال الخامس My friend was born in 2001 يعني صديقي ولد في سنة 2001 لماذا استعملت هنا in؟ لأنني أتحدث عن السنة إذن إن نستعملها عندما نتحدث عن السنة إذن والمثال الأخير يقول the second world war broke out in 1939 يعني الحرب العالمية الثانية اندلعت في سنة 1939 لماذا استعملت هنا in؟ لأنني أتحدث عن السنوات إذن أعتقد أن القاعدة واضحة جدا الآن سنمر إلى الحالات الأخرى وخلاصة لهذه القواعد قواعد prepositions of time أو حروف الجر متعلقة بالزمان في اللغة الإنجليزية إذن the rule أو القواعد أو القاعدة بالنسبة لأت قلت أن دائما نستعملها مع specific time أو الوقت المحدد نستعملها كذلك مع holiday period يعني فترات العطلة سوف أعطيك بعض الأمثلة لكي تلاحظ أن هذه القاعدة صحيحة مئة بالمئة إذن أولا I wake up at seven o'clock in the morning أستيقظ على الساعة السابعة كل صباح المثال الثاني We will have an exam at half past three tomorrow سوف نجتاز امتحان على الساعة الثالثة ونصف غدا المثال الآخر The children seem happy at Christmas يعني الأطفال يبدون سعداء في حفلة الكريستماس يعني عيد ميلاد المسيح يعني حفلة كريستماس أو عيد كريستماس يحتفل به النصارى ثم المثال الأخير You should visit us at thanksgiving يعني ينبغي عليك أن تزورنا في عيد الشكر عيد الشكر كذلك يحتفل به النصارى أو الناس الأوروبيون عامة إذن كما تلاحظوا هنا أولا بالنسبة للمثال الأول والثاني استعملت at لأنني أتحدث عن وقت محدد وهو السابعة والنصف في المثال الأول والسابعة في المثال الأول والثالث والنصف في المثال الثاني لذلك استعملت at أما بالنسبة للمثال الثالث والرابع استعملت at لأنني هنا أتحدث عن holiday period يعني فترات عطلة لأنه في هذه الأعيات تكون هناك فترة عطلة إذن هذا فيما يخص at في اللغة الإنجليزية بالنسبة لpreposition أو حرف الجر الآخر وهو on نستعمله عندما نتحدث عن days الأيام يعني أيام الأسبوع ثم التواريخ dates كما تلاحظ هنا فهذا في الحقيقة فهو تاريخ كما أعطيتك في هذا المثال إذن سوف أعطيك عامة الأخرى we study English on Monday ندرس اللغة الإنجليزية في يوم الاثنين المثال الآخر my friend will visit me on Saturday صديقي سوف يزورني في يوم السبت لاحظ أنني هنا تحدث عن أيام الأسبوع لذلك استعملت on المثال الآخر my birthday is on January 15 يعني عيد وميلادي هو في 15 يناير هنا أتحدث عن تاريخ 15 يناير ذلك قلت أن on نستعملها كذلك مع التواريخ والمثال الآخر the exam will be on June 20 يعني الامتحان سوف يكون في العشرون من شهر يونيو إذن هنا أتحدث عن تاريخ لذلك استعملت on بالنسبة للpreposition أو حرف جرء الأخير هو in نستعمله عندما نتحدث عن months يعني الشهور نستعمله كذلك عندما نتحدث عن years السنوات نستعمله كذلك عندما نتحدث عن seasons أي فصول السنة سوف أعطيك بعض الأمثلة أولا I will travel to London in August سوف أسافر إلى لندن في شهر غشت لماذا هنا in لأنني أتحدث عن August وهي الشهور months المثال الآخر the final exam will be in July يعني الامجحان الأخير سوف يكون في شهر يوليوز هنا كذلك أتحدث عن شهر يوليوز لذلك استعملت هنا in المثال الآخر Shakespeare was born in 1564 Shakespeare ولد في سنة 1564 هنا أتحدث عن السنوات years لذلك استعملت in ثم المثال الآخر the first world war started in 1914 يعني الحرب العالمية الأولى بدأت في سنة 1914 هنا كذلك أتحدث عن السنوات لذلك استعملت preposition in المثال الآخر we always go to the beach in summer دائما نذهب إلى الشاطئ في الصيف لماذا استعملت هنا in لأنني أتحدث عن فصل من فصل السنة أو seasons summer يعني فصل الصيف إذن هذه هي قواعد استعمال preposition of time in English المثال الآخر it always snows in winter يعني دائما تسقط التلوج في شهر في فصل الشتاء winter يعني فصل الشتاء ولماذا استعملت in لأنني أتحدث من طبيعة الحال عن فصل السنة إذن هذه هي القواعد بشكل عام بالنسبة لات نستعمله مع وقت محدد أو فترات عطلة بالنسبة لأن نستعمله مع الأيام والتواريخ بالنسبة لإن نستعملها مع الشهور وكذلك السنوات ثم فصول السنة هناك بعض الاستثناءات ينبغي أن تركز عليها وهي متعلقة بفترات أو يعني بفترات اليوم مثلا نقول in the morning في الصباح نستعمل in في الصباح in the morning نستعمل كذلك in the afternoon يعني بعد الزوال in the afternoon نستعمل كذلك in the evening in the evening يعني في المساء ولكن بالنسبة للليل نستعمل at نقول at night يعني في الليل مثلا in the morning I always go to school in the morning دائما أذهب إلى المدرسة في الصباح لاحظ in the morning ثم we rarely study English in the afternoon ناذرا ما ندرس اللغة الإنجليزية في فترة بعد الزوال in the afternoon rarely تاني ناذرا المثال الآخر my father comes back home in the evening أبي يعود إلى المنزل في المساء وأخيرا we watch amazing movies at night يعني نشاهد أفلاما رائعة في الليل at night وليست in night إذن هذه هي بعض الاستثناءات التي ينبغي عليك أن تنتبه إليها عندما تدرس حروف الجر المتعلقة بالوقت في اللغة الإنجليزية الآن سأعطيك تمرين يمكن لك عمل pause للفيديو والإجابة عليه ما هو المطلوب منك في هذا التمرين؟ المطلوب منك هو أن تملأ هذه الفراغات إما بat أو on أو in يعني حسب أوقات أو حسب الأزمنة التي توجد في هذه الجمل فالأزمنة أصلا وضعتها لك بلون مغير اللون الأزرق لكي أساعدك نسبيا على الإجابة على هذه الجمل إذن يمكن لك عمل pause للفيديو والإجابة على هذه الجمل الآن سأقوم بالإجابة على هذه الجمل إذن the train leaves the station at 7 o'clock in the morning I always eat my breakfast at 7 o'clock We always go to the beach in summer لأن summer فصل من فصول السنة Students will take the final exams on Monday Monday يوم من أيام الأسبوع The Titanic sunk in 1912 يعني التيتاني أو يعني التيتاني تعني تلك التيتاني الشيب يعني أنتم تعرفون التيتاني لا أتذكر ما نقول يعني باللغة العربية ما اسم تلك الآلة التيتاني إذن غارقت في سنة 1912 إن لأننا نتحدث يعني السنة My birthday is on February 15 لماذا؟ لأن هنا أتحدث عن التاريخ إذن on نجيب محفوظ died in 2006 نجيب محفوظ مات في سنة 2006 لأنني أتحدث عن السنوات Students get 10 days holiday in April every year يعني التلاميذ يحصلون على عشرة أيام عطلة في أبريل كل سنة إذن in لأنني أتحدث عن الشهور Yesterday I finished my work at night البارحة أتممت عملي في الليل At night لماذا؟ لأنه at night نستعمل معها دائما at وهذا ما تحدثت عنه في ذلك الاستثناء ثم المثال الآخر My family always visit us at Christmas يعني عائلة دائما تزورنا في عيد الكريستمس لماذا؟ لأن كريستمس هنا فهي فترة عطلة My father watches television in the evening أبي يشاهد التلفاز في المساء لأن the evening دائما نستعمل معها in ثم it rains a lot in winter in Morocco يعني تمطر كثيرا في الشتاء في المغرب لماذا هنا in؟ لأنني أتحدث عن فصل من فصل السنة winter هو فصل الشتاء ثم أخيرا The final exam will be on July 12 يعني الامتحال الأخير سوف يكون في يوليوز 12 أو في الثاني عشر من شهر يوليوز لماذا هنا on؟ لأنني أتحدث عن تاريخ July 12 إذن هذا فيما يخص حروف الجر المتعلقة بالوقت في اللغة الإنجليزية للمزيد من التمارين حول هذه الحروف الجر يمكن لكم زيارة موقع الانترنت www.englishwithsemo.com تجدون هناك شرح مفصل باللغة العربية والمزيد من الأمثلة وكذلك تمارين تفاعلية يمكن لكم الاشتغال عليها في الموقع وتصحيحها في الموقع لأنها صممت بشكل تفاعلي إذن إلى هنا أتينا إلى نهاية هذا الدرس إخواني كان معكم سيمو من قناة English with Simo ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر